في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أدان أعضاؤه الغارات التي تشنها الطائرات بدون طيارة والهجمات الصاروخية التي سادفت مؤخراً المملكة العربية السعودية مؤكدين على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل المقاتلين للوقف الفوري للأعمال العدائية وعرب العضاء عن انزعاج من شديد من تزايد خطر انفجار ناقلة النفط صافر مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه وشددوا على ضرورة أن يسمح الحوذيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين هاتابعين للأمم المتحدة إلى مكان ناقلة لتقييم حالتها وضمان تعاون الوثيق مع الأمم المتحدة هذا البيان يأتي تكراراً لبيانات سابقة صدرت عن مجلس الأمن وكلها تحمل الإدارة الواضحة والصريحة لميليشيات الحوث باعتبارها الطرف المتعند في المسألة اليمنية وباعتبارها الطرف الذي يبادر إلى الهجمات غير المبررة على المملكة العربية السعودية وعلى أراضيها رحب المجلس بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية تحالف دعم الشرعية بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبية ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للحلف مقدرين في هذا الصدد الجهود التي يبذلها التحالف ومناشدين جميع الأطراث التنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الدولي مارتيني جرافت ومطالبين الأطراث بإبداء حسينية من أجل عودة السلام إلى اليمن كما تعلمون في الأيام القليلة الماضية أطلقت مجموعة من الصواريخ باتجاه المملكة بعضها كان موجهة نحو مدينة الرياض ولذلك جاء بيان مجلس الأمن ليعلن مرة أخرى عدم رضا المجلس وعدم موافقة المجتمع الدولي على مثل هذا السلوك غير المسؤول لم يفت على أضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم العرابة عن قلقهم العميق إساء الوضع الإنساني الكارثي والتحديات الإنسانية المتعددة التي تواجه اليمن فأشاروا إلى النقص المزدوج لتمويل الاستيراد والإنفاق على المساعدات الإنسانية الأمر الذي من شأنه أن يدمر الاقتصاد اليمنية ويؤدي إلى تفاقم عدام الأمن الغذائي في البلاد حسين إبراهيم للإخبارية نيويورك